قبل ساعات الفجر الأولى توجهت الآليات والمعدات ترافقها قوة الأمنية بإشراف محافظة البصرة المدعو أسعد العيداني لهدم جامع السراج ومنارته التي يمتد تاريخها لأكثر من ثلاثة قرون لأدفاجأ سكان منطقة أبي الخصيب والعراقيون بهدم أحد أهم المعالم الدينية والتاريخية الأثرية في البصرة بطريقة همجية مهينة لا تتناسب مع تاريخ وإرث العراق الحضري والديني بذريعة توسعة الطريق الذي يمر قرب الجامع وعلى الرغم من اعتراض دائرة الآثار والتراث في البصرة لكون الجامع ومنارته جزءا من الإرث الثقافي العراقي إلا أن محافظة البصرة المعروفة بارتباطه بأحد الأحزاب المتنفذة بالعراق وذا صلة كثيرة بملفات الإرهاب والفساد في المحافظة قد أقدم على هدم المنارة وحضر عملية الهدم بنفسه هدم منارة الجامع جرى بطريقة مهينة وفي مشهد اجتمع فيه صور الإذلال والاستخفاف بمشاعر أهل البصرة ومصلي الجامع واقترنت بالتجاوز الكامل لكل حسابات حل هذا الموضوع بالطرق التي تحفظ للجامع مكانته وهيبته بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق التي استنكرت ودانت هدم جامع السراجي ومنارته مؤكدة أن مديرية الوقف السنية في البصرة شريكة في المسؤولية بهذه الجريمة مشيرة إلى الممارسات ذات الطبيعة الطائفية لمحافظ البصرة وسعيه الحفيف لإثارة الفتن من جهتها أكدت وزارة الثقافة في بيان لها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لحماية الإرث الحضاري الكبير ضد أي تجاوز إداري أو شخصي لافتة إلى رفضها هدم منارة جامع السراجي بينما أكد محافظ البصرة السابق وإل عبداللطيف أن طريقة هدم الجامع كانت بدائية وغير محترمة فيما أشار موقع ميدليست آي إلى أن هدم جامع السراجي ومأدنته يوكد الإهمال المتعمدة للأماكن الأثرية في العراق وأن هدم المأدنة والجامع يثبت استمرار التدمير الممنهج للتراث الثقافي بذريعة خطط توسعة الطرق والجسور وبحسب المقتصين فإن ثمت طرق كثيرة لتفادي هدم المسجد ومنارته إلا أن هذه الجريمة قد تفتح الباب على مصراعه أمام هدم المعالم التاريخية والدينية لمحوي تاريخ المدن العراقية ترجمة نانسي قنقر